طبعاً يعني زي ما قلت في البداية حضرتك غني عن التعريف صوت حضرتك غني عن التعريف لكن مش كتير يعرف الجانب الإنساني للمذعين كان موضيع راديوه حتى موضيع تلفزيون فخلينا نروح للجانب الإنساني شوية ويوم آخر يوم خلص حضرتك روحت في الإذاعة يوم الاحتفال بخلوق حضرك على المعيش وانت نازل الصبح من البيت 35 سنة بتشتغل في نفس المكان 35 سنة بتروح نفس المكان وحضرتك نازل الصبح من البيت كان إيه اللي بيدور في دهنك وحضرك رايح كان إيه اللي بيدور في دهنك لا حضرك أنا يعني فوجئت أنا رايح برضو عملي عادي لأن أنا يعني من نوع له لا يتوقف عن العمل سواء كنت في الإذاعة أو خارج الإذاعة الحمد لله بقوم بتدريب برضو لغة عربية أو ودي محاضرات في إلقاء والأداء خارج الإذاعة يعني فضل الله فبالنسبة للعمل أنا يعني لا أنقطع عن العمل ولن إن شاء الله أنقطع عن العمل سواء في داخل الإذاعة أو خارج الإذاعة بإذن الله يعني فلما جيت أنا بصراحة ما كنتش متوقع حضور بعض الناس اللي هم من زميدي اللي ما عندهمش عمل وجم يعني خصيصا عشان قاطر يسلموا علي أو تصوروا معي قبل ما وغادر الإذاعة يعني فهذه كان أساعدتني جدا ولقيت فيه لمسات وفاء كتير جدا بالناس اللي علمتهم إن أنا ضربتهم يعني مدعين يعني كثيرين يعني